حضرتك أنا قاعدة مع زوجي في البيت وقلت له طلقني لا يوجد علاقة بينه وبينه هل علي ذنب؟ بس أنا أنا قلت له تجوز طيب لو ما فيش علاقة وإنتي قلت له تجوز إيه المانع أنك تعيش معها بصلح؟ يعني العلاقة مش لازم تنتهي بطلاقة ومش لازم تبقى مثالية إحنا عندنا الحياة تبقى مثالية زوجين عايشين مع بعض بمحبة أو على الأقل بتقدروا واحتراموا والعلاقة مش طبيعي زي أي زوجين وفيه ممكن تبقى العلاقة دي بيحتراموا كل حاجة بس نقصة العلاقة الحميمية وماله يجوز هذا بالاتفاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه معادش مرتاح أنه يقعد مع ستنا سودا حتى الأعاد نفسه بقى يديقه فعرض عليها الطلاق قالت له لا طلقني ليه أنا مرأتك وعايز يستمر هذا الشرف وهبأ مراتك كمان في الجنة واقترحت عليه أن تجعل ليلتها لعائشة فوافق النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت الآية الكريمة وإن مرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير فينفع بدل ممرأة تقول لي طلقني تقول لي إيه رأيك نصطلح نعيش زي الإخوات في البيت باحترامك وتأديرك وإنا يعني عايشة معك برضو أقدي واجبي ومش عايزة منك حاجة العلاقة الخاصة اللي أنت مش عايزها مني دي ما فيش داعي أنا مش عاوزانة كمان ويتفقوا على ده وماله ينفع ده مولانا أيوة ينفع وهي حالة سماها الله والصلح خير أفضل من الطلاق عشان الشكل الاجتماعي ونعيش مع بعض والأسرة بملمومة والأولاد ما يبقواش محرجين وهكذا والله المستعان